اشتركوا في القناة لتحقيقها فريق البحرين من مواطنين ومقيمين وعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلي وهدف الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيت 19 وأشاد سموه حفظه الله بالوعي المجتمعي وروح المسئولية الوطنية وعمق الشراكة المجتمعية وبأثرها الإيجابي في تحقيق التطلعات المنشودة مبينا سموه أن كل فرد في المجتمع مساهم بالتزامه ومسؤول عن حماية المجتمع ووجه مجلس الوزراء إلى تكثيف مستوى الإجراءات الاحترازية ومضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي وحماية المجتمع من الفيروس من خلال التنزيق بين الفريق الوطني الطبي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ومجلسي الأوقاف ورؤساء المآتم بإرادة ومسئولية وطنية مشتركة لضمان إجراءات وقائية واحترازية أكثر فعالية لما هو مقبل من الشعائر والمناسبات الدينية والاجتماعية مؤكدا المجلس أن عدم الالتزام ومخالفة الإجراءات الاحترازية التي يتم وضعها وتحديثها بشكل مستمر يشكل خطرا على صحة وسلامة المجتمع وضمن هذا السياق فقد جدد مجلس الوزراء شادته بالطاقم الطبي والتمريضي والجهات المساندة لهم على صبرهم وثباتهم ومثابرتهم والتي تستلزم من الجميع التجاوب الإيجابي بالتحلي بالمسئولية لدعم هذه الكوادر في القيام بواجبها ثم نوه مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري بريادة مملكة البحرين في مجال العمل الخيري بما تم إنجازه في هذا المجال الإنساني بفضل الدعم والتوجهات والمساندة التي يحظى بها العمل الخيري والإنساني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد من عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعدها رحب مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بما يسهم في إرساء استقرار وسلام دائم يحقق طموحات الشعب السوداني الشقيق وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولاً إنفاذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بتشديد الرقابة وتكثيف عملية التفتيش على الورش والجراجات والمعامل الواقعة بالمناطق الصناعية والتجارية المجاورة للمناطق السكنية والتحقق من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة فقد عرض سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة نتائج حملات التفتيش التي طالت 87 منشأة خلال الفترة 11 إلى 26 من أغسطس 2020 والتي أظهرت مخالفة 66% من تلك الورش والجراجات والمعامل للأنشطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وجار متابعتها من خلال التفتيش الدوري وذلك بالتعاون والتنسيق بين الوزارة المذكورة والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ثانيا وفق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بإلغاء منصب وكيل وزارة وتغيير مسميات منصب وكيل وزارة وإدارة ونقل تبعية منصب وكيل مساعد والإدارات التابعة له ثالثا وافق مجلس الوزراء بناء على معرضه معالي وزير الداخلية على تشكيل مجلس وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية وذلك في إطار جهود الوزارة على تطوير العمل الأمني ومواكبة النظم الحديثة في تقييم ودراسة الظروف الأمنية المتسارعة ويكون تعيين أعضاء مجلس وزارة الداخلية وتحديد اختصاصاته وإجراءاته بقرار من وزير الداخلية رابعا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار يشترط الحصول على موثقة كتابية مسبقة من وزارة شؤون الشباب والرياضة للإعلان على المباني والمنشآت الرياضية والشبابية المملوكة ملكية خاصة للدولة والمخصصة لاستخدام أو انتفاع الأندية الرياضية أو غيرها من الهيئات الخاصة العاملة في مدان الشباب والرياضة والمؤسسات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة خامسا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن طلب انضمام الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى عضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية سادساً أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن مسودة ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي سابعاً أخذ مجلس الوزراء علماً من خلال تقرير سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج قرار حظر العمل فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الرابعة بعد الظهر خلال شهرين يوليو وأغسطس 2020 وبنتائج حملات التفتيش لهذا الغرض والتي بلغت 13.658 زيارة تفتيشية وأظهرت أن 99.7% من المؤسسات والشركات قد التزمت بالقرار ولم يزد عدد المنشآت المخالفة عن 30 منشآة فقط بينما بلغ عدد العمال الذي وقعت بشأنهم المخالفة 42 عاملاً فقط ثامناً وافق مجلس الوزراء على سبعة اقتراحات برغبة نفذتها الحكومة جميعاً في وقت تقديمها من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات تتعلق تلك الرغبات بإنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية لذوي الإعاقة ومركز حكومي لتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد كما تتعلق تلك الرغبات بدعم القطاع التجاري وبنظام العمل المرن للأم العاملة وتطبيق العمل عن بعد للهيئات التعليمية في الفصل الدراسي السابق وتصحيح أوضاع العمالة السائبة وفي بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علماً بتقريري سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة الأول بشأن إشهار وزارة شؤون الشباب والرياضة لمراكز تمكين الشباب وثاني حول نتائج الاجتماع الثالث والثلاثون لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم عبر الاتصال المرئي عن بعد مؤخراً